السلام عليكم الدرية يا عجل يا الله تحط تصريح در رقراجي قبل مواجهة كرواتيا غدا ما لاحظهاش تصريح ناري الخوش وكيف تستر بزر الحويج كدروف الرأس در مدرب رقراجي وش نوقع لزياش أو كرواتيا أو مودريت نبدو بالتفاصيل كرواتيا تملك مودريت ولكن لدينا حاكمي زياش ومزراوي ولاعبون كبار أخرون أعيد الجمهورة المغربي بأننا سنقاتل من أجلهم والسؤولوا هل ستستحوض على الكرة أمام كرواتيا أم ستسركوا لهم؟ قال لهم السعودية كانت الأقل للسحوض ضد فريق كبير والذي ربما يملكون أفضل لاعب في التاريخ والشيء الأهم ليس للسحوض بل ما تفعله عندما تملك الكرة أو ما تفعله عندما لا تملكها لست خائفا من مواجهة كرواتيا إنها مجرد كرة تقدم وكما قلت لللاعبين ليس لدينا سبب لأن نبدأ المباراة بخوف ولكن علينا أن نحترم كرواتيا كذلك بالنسبة لي ولفريقي زياش لاعب مهم ونتق فيه وحاكيم سجل هدف رائع ضد جورجيا وعندما تكون لديه التقى في نفسه يعود من أفضل اللاعبين في العالم أنا السعيد لأنه هنا وسوف يعطيه مئة في المئة بالطبع كرواتيا مرشح للفوز لأنه وصفتك في العالم لكن أنا أركز على لاعبيني وأيضا لدينا زياش وبوفلو ومزرعه وحاكيمي شاهدنا مباراة السينيغال وكانت خسارة فديحة نحن نعرف ما يجب علينا فعله وما ينتظرنا لم أتكلم مع واحد خلوزيت على كرواتيا ولكن أحترمه كثيرا على العمل الذي أداره هنا أنا هنا بسببه لهذا أشكره ولكن أنا أيضا لدي أسلوب اللاعبية الخاص في المسابقة الكبرى خاصة أن تكون الفعالية وأي خطأ سيكلفك الكثير ويجب علينا أن نلعب بطريقة جيدة ونهاجم وندافع بطريقة جيدة نحن واتقون في أنفسنا وفي نفس الوقت نحترم الجميع وأيضا مودريت قال لدينا مباراة صعبة ضد المغرب الذي لديه لاعب كبار أنا في حالة بدلية جيدة وجاهز المنافسة أشكركم في صريحة درجة راقي وما سنقوم بفجأة كما درجة تونس والسعودي اليوم شكرا لكم